اهلا بكم والله الحقيقة ما هنش علينا نخرج ونطلع فاصل من غير ما نقول لكم المعلومات اللي وصلتنا عن احمد خالد واحنا امبارح قلنا لكم اني وصلت الينا معلومات ربما تكون حقيقية وربما تكون مش حقيقية عشان بس محدش تكلم عن القصة دي قلنا امبارح في حلقة امبارح انه جالنا معلومة نسمعها كده في حلقة امبارح الخبر التاني بقى وهو خبر يتم تداوله الان في اوساط القوات البحرية المصرية القوات البحرية المصرية القادة فيه دلوقتي والرتب الكبيرة ملتفة حوالين الفريق احمد خالد قائد القوات البحرية بعد تردد انباء عن تعيينه نائب لرئيس الجمهورية ده حاليا اللي بيتردد في قوات البحرية داخل القاعدة البحرية داخل القوات البحرية بيهنو لان فيه كلام بيتردد على ان الفريق احمد خالد هيتم تعيينه نائب الرئيس او نائب رئيس وهو صديق شخص للسيسي اشتغل معاه في المنطقة الشمالية وفي الوزارة وبعض الناس العقلة جدا بتستبعد الكلام ده بتقول لا ده كلام مش هيحصل ليه يا عم مش هيحصل بيقولك لان الرجل ده اكتر ثقافة من السيسي بكتير والسيسي ما يحبش يجيب واحد اعلى منه ثقافة لكن في نفس الوقت الرجل ده سساوي قح وعسكري نتن ومتوحش الخبر متداول الان في قيادة البحرية بالاسكندرية وفي الاوساط المحيطة بهذا الرجل بالبلدي بيهنون الى اي مدى هيصدق الخبر ده الله اعلم ما اتانا او ما وصلنا اليه بلغناه لكم يحصل بقى ما يحصلش الكلام ده بعدين نشوفه الحقيقة انه بس عايز اقولكم انه بالبحث والتحري انا بس عايز المعلومة دي اقولها لحسن السيسي والعبد الفتاح السيسي المعلومة اللي جاية دي عبد الفتاح والله ياخدها مني بجد لان فيه شهود عليها من كام يوم كان الدكتور مصطفى الفئي اللي بيشغل منصب مدير مكتب اسكندرية كان موجود عند الفريق احمد خالد سعيد قائد القوات البحرية كان بيبشره وبيباركله بالمنصب الجديد وهو ترشيحه لمنصب نائب رئيس مصطفى الفئي عبد الفتاح رجع من هناك وقال لمجموعة من اصدقائه قال لهم ان انا ديت له روشيتة اللي لو نفزها هيركب في اقل من سنة والله يا عبد الفتاح انا بقولها لك باخلاص اقولها لك تاني بطريقتك مصطفى الفئي من يومين كان موجودش مكتب الفريق احمد خالد سعيد وكان بيباركله على المنصب بتاعه وبيبشره ورجع من هناك قال لمجموعة من اصدقائه المقربين قال لهم بالنص انا ديت له روشيتة اللي لو نفزها هيركب في اقل من سنة اللي واقفيني عبده فهم انه يقصد بكلمة هيركب من اقل من سنة دي فهموها بمعنى ابيح بمعنى انه يقعد مكانك ده بس ايه والله العظيم بقولك المعلومة دي واسأل والطقص من ورايا للعلم بقى احمد خالد من رجال مهاب مميش الفاسدين وكل مجموعة مهاب مميش عملوا مليارات من خلال رئاسته لقناة السويس وايام فحتة التفريع اللي راح فيها 64 مليار الفريق احمد خالد ده هو اللي نصح السيسي يحجز الرئيس مرسي في القاعدة البحرية فابوئير لانه موجود في القاعدة البحرية والرئيس مرسي كان موجود في المحتجز في الحرس الجمهوري احمد خالد سعيد ده هو اللي نصح السيسي انه ينقله في القاعدة البحرية ولما الاخوان عرفوا المكان حصلت المتبحة بتاعة الحرس الجمهوري لانه في الوقت ده كان احمد خالد سعيد القذر ده هو دماغ عبد الفتاح السيسي السيسي جاب احمد خالد سعيد من اسكندرية معاه في الوزارة وبعدين اطاح باسامة الجندي ثم اسامة ربيع رئيسها القناة السيسي الآن حتى يصبح احمد خالد سعيد هو قائد القوات البحرية وده كان بمناسبة مكافأة لي على دور القذر من 36 عمل احمد خالد سعيد خلال الفترة دي علاقات قوية بين البحرية المصرية والبحرية اليونانية والقبرصية في اطار التحالف البحري ضد تركيا لان استهداف تركيا في المتوسط هو هدف السيسي بتوجيه امريكي احمد خالد سعيد ادى دور عظيم جدا في التحالف التركي القبرصي اليوناني المصري في البحر المتوسط عشان يناكفوا في امريكا وده توجيه امريكي حتى حضرتك لو تلاحظ هتلاقي ان السلاح النار اكبر قدر من الانفاق خلال السنوات الي شوفنا فيها السيسي هو سلاح البحرية غوصات حاملات طائرات وسواريخ وتوربيدات الكلام ده خلصت المعلومات لحد هنا